كابتن أشرف كابتن حمده مباراة جيدة يعني حتى يعني أنا شايف أن فينا الفيزة أو في الملعب ولكن المباراة جيدة في النهاية نتيجة تعتبر مرضية للفرقيتين من حيث حتى الشكل الفني كمان هو مبدئيا الصوت التاني أحسن من الصوت الأول بكتير يعني يعني برضو الأهداف الأهداف برضو بتدي طعم للمباراة زي المباراة الأولى بالزد وحراكي كلمت أن العدد الأهداف دي بتفكرني مباراة أمبي والدخلية أربعة أربعة يعني الاتنين متقاربين لكن هو اللي خلى شكل الجيم وحش الحاجات اللي حصلت في آخر ديها دي يعني في الوقت الضائع دي خلت شكل المباراة وحش طبعا طرق العصبية اللي هو موجود فيه احنا مش عارفين إيه اللي حصل جوه الملعب بالزبط عشان الكروت الحمراء اللي طلعت فجأة دي ولكن طبعا هم الله يكون فؤونهم طبعا الوضع الوضع برضو صعب جدا على الفريتين يعني الأول كان الجيش هو الكسبان والمصر تعادل لأن المصر كان أفضل الشوط الأولوي وده كلام الكابتن طريحيا لكن كان معلش كابتن نقشف هو كان في إيد كابتن طريحيا بنخرج من الشوط الأولين هو كان لازم يقفل ملعبه ونص ملعبه شوية ويلعب على هجمات المرتدة لأنه وجوني التاني جابه كده فكان هيجبر المصري أنه هيهاجم بكل خطوطه فهتتخلق له مساحات في دفعتنا دي المصر لكن هو برضو إيه يتنين صفر هو حاس أنه طمع شوية في المباراة أو لعبته طمعت في المباراة كان لازم يبقى فيه يدوء في الأداء وانت عندك لسه شوط تاني ده اللي عمله حسام ونادي المصر يستغلوا برضو العدم التركيز بالنسبة لده الهدف طبعا التاني بتاع حسامة فيه كان إصرار من لعبة نادي المصر أنهم عايزين أن يتعادلوا واثنين اثنين طلعوا المباراة نزول الفرقتين في الشوط التاني تحس أن النادي المصر كان أقرب يعني النادي المصر كان أقرب هذا طبعا ده الهدف التالت المباراة اختلفت اثنين صفر كان للجيش وبعدين هدف التخضر ما كنتم كنا نتكلم عليه بعدين ثلاثة اثنين قد إيه قد إيه إن الكروس لما يبقى سليم طالع بشكل سليم طبعا والتحرك على العرض الوقاية أو قبل الخصم يفرق كتير قوي صحيح مع فرق وإن أنت ممكن تحرز بينه هاد صحيح والهدف التالت حتى كمان الهدف التعادل بتاع الجيش أنا من وجهة نظري ما فوش أي حاجة خالص الكرة ملعوبة صح والخروج بحرس المرمى خاطئ جدا رمزي ما تعاملش مع الكرة الكويس وهو برضو هدي الهدف هو ما فوش أي حاجة هالس كرة هو الغالي دلوقتي إحنا يعني الكلام إن عارف السيد هو اللي جاب الجون ولكن هو قوسو كنان هو جاب هاتريك هو دهماس يعتبر النهاردة قوسو كنان هو هاتريك الماتش النهاردة هو على فكرة يعني فيه اتنين لعيبة كانوا موجودين في الملعب النهاردة هو يعني أعتقد قوسو كنان من أحسن اللاعبين اللي كانوا موجودين في الملعب وأدى بشكل كويس جدا فرقته برضو علاءة عالية أدى بس فيه فترة من الفترات ابتدى يلعب لنفسه بس يعني كل ما كان بيلعب للفرقة ده طبعا الهدف منتقال لي مفوش أي حاجة الكرة ما لعوبة اللعبة خلفية بالرأس من عرفة لقوسو وحط الكرة خروج رمز صالح هو يتحسب عليه بقى أو حسامي حسبو عليه يعني أنا طبعا كان لنا يعني أكتر من تعليق على على رمز صالح حسبوك كابتن حماد هو اللي يقول عليه اللاعب